روسيا بقى روسيا الأول أعربت عن ألقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط ده منطقي جدا ومفهوم لكن هتيجي بعد كده وزارة الخارجية الروسية تعلق على مطالبة الخارجية الإسرائيلية بإدانة ما اسمته إسرائيل العدوان الإيراني على إسرائيل فطبعا روسيا راح تردى قالت إيه؟ قالت إنه يا جماعة وده هنجيبها لكم بعد شوية قالت يا جماعة أنتوا عايزين أنه إحنا نرد ونقول إن إحنا بنودين الهجوم أو التصعيد الإيراني تجاه إسرائيل في حين إن إحنا ما شفناش منكم أي إدانة تجاه ما فعلته كييف تجاه الأراضي الروسية ده على سبيل المثال تعالوا ناخد اللي بعد دي لا دي بتاعت ريشي سوناكت تعالوا ناخد اللي بعدها برضو إحنا خلصنا بتاعت ريشي سوناكت والمملكة المتحدة بريطانيا لندن طيب ده نفس القصة بادو ريشي سوناكت تعالوا ناخد واحدة تانية أيها عشان بس نعرض إحنا بنحاول قدر الإمكان نعرض لكم كل ردود الأفعال الدولية اللي صدرت ده عندنا جوزف بورال فبيقول بنافس الطريقة او المصطلحات الهجوم الإيراني تجاه إسرائيل وإنه إحنا بندعو كافة طيب واحدة واحدة عليها الحد ما خلص طيب الترجمة مش كده وإن إحنا رجعويا لو سمحتوا على بورال وإن إحنا بندعو كافة الشركاء لأن يتحلوا بأقصى درجات ضبط النفس وإنه أنا بالفعل قد قمت بالاتصال بوزير الخارجية الإيرانية عبداللهيان حتى أوصل له هذه الرسالة وإنه لا داعي إنه إيران تستمر في المزيد من التصعيد اللي بعده تعالوا نشوف برضو أيضا أنتونيو جوتيرش يتحدث بأي لهجة أو بالأدق بأي شكل من أشكال عبارات الإدانة عما يحدث هنا أنتونيو جوتيرش بيقول فبيقول أنه أنا أدين وبشدة التصعيد الجدي الذي حدث من جانب إيران تجاه إسرائيل فإنه أنا أدعو للإيقاف الفوري لهذا العنف فإنه لا المنطقة ولا العالم يستطيع تحمل حرب جديدة أو حرب أخرى